باريس تحتضن اجتماعاً دبلوماسياً غربياً والهدف هو بحث جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني التي تواجه أو الذي يواجه عثارات متعددة في مقابل الجهد الدبلوماسي الغربي تؤكد طهران أنها جاهزة للعودة إلى محادثات فيينا ولكن بشرط التزام باقي الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق بالتزام اتهاد طيفنا من طهران الكاتب والبحث السياسي محمد صالح صدقيان أستاذ محمد أهلاً بك معنا دائماً في غرفة الأخبار روبرت مالي المبعوث الأمريكي لشؤون إيران سيجتمع في باريس غداً مع دبلوماسيين بريطانيين فرنسيين وحتى ألمان لمناقشة إعادة إحياء هذا الاتفاق ما الذي يمكن أن يخرج عن هذه الاجتماعات وما الذي تنتظره طهران بالتحديد منها؟ مساء الخير لك وللمشاهدين أنا أعتقد بأن هذا الاجتماع ربما يكون مهم من أجل معرفة المجموعة الغربية موقف الجانب الأمريكي خصوصاً وأن مالي كان قد زار دول في المنطقة دول خليجية هو زارها وبالتالي هو يمتلك الآن تصوراً واضحاً عن الموقف الأمريكي هناك اجتماع ربما يعقد في بروكسل وهو اجتماع تمهيدي بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد باستثناء الولايات المتحدة وبالتالي الجانب الغربي سوف يقف بشكل واضح على المشاورات التي إجراها روبالت مالي في المنطقة وعلى الموقف الأمريكي ماذا يريد الموقف الأمريكي أن يتجه ما هو مسار اتجاه الموقف الأمريكي خصوصاً في ظل الحكومة الإيرانية الجديدة الكل الآن يدعو الجانب الإيراني من أجل تحديد موعد لاستئناف مباحثات فيينا الإيرانيون لحد الآن لم يعطوا تاريخاً محدداً لكنهم قالوا بأنهم مستعدين لحضور اجتماعات فيينا أو مسار فيينا بشكل عام يبدو لي بأن زيارة التي قام بها معاون مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى طهران الأسبوع الماضي هو أيضاً وقف على طبيعة الموقف الإيراني في ظل الحكومة الإيرانية الجديدة ووزارة الخارجية التي رأسها أمير عبداللهيان الاجتماع التمهيدي الذي سوف يعقد فيه بروكسل أعتقد بأن هذا اجتماع باريس مهم جداً لاجتماع بروكسل وبالتالي هناك توقع بأن الجانب الأوروبي يمتلك الآن الموقف الإيراني سوف يبحث مع روبالت مالي سوف يبحث الموقف الأمريكي وبالتالي يمكن في اجتماع بروكسل أن يتوصلوا إلى نتائج إيجابية من أجل تحديد موعد لمسار فيينا وإلى عقد اجتماع فيينا بعض المصادر أشارت إلى أن هذا الاجتماع سيبحث لربما كيف سيكون رد فعل القوى الدولية في الأسبوع المقبلة إذا واصلت طهران كسب الوقت وتأخير العودة إلى فيينا هذه مسألة أخرى بعيدة عن التحليل الذي بدأنا به ألا تخشى طهران لربما من تحرك غربي تجاهها مهما كان التوجه يعني إن كان اقتصادي أو عسكري هي الفكرة من أنه يتم أو يتبلور موقف غربي تجاه هذه التطورات أو التأخير يعني أنا أستبعد أن تكون هناك ردود أفعال عسكرية ضد إيران لأن الوضع في المنطقة لا يسمح بذلك هناك مصالحات إقليمية الوضع الدولي أيضا لا يسمح بشن حرب على إيران أو استخدام الورقة العسكرية ضد إيران وبالتالي حتى إيران لحد الآن لم تنتنع من حضور المباحثات لكنها تري ضمانات وبالتالي حتى الحكومة الإيرانية الجديدة ووزير الخارجية الإيرانية الجديد أمير عبداللهيان هو قال بأنه لا يريد الانسحاب من المفاوضات لكن بالتأكيد هم يقولون بأن ست جولات من المفاوضات في عهد الرئيس حسن روحاني لم تأتي بنتائج يتفق عليها الجانبين الإيراني والأمريكي الآن يقولون بأنهم يريدون أن يدخلوا مفاوضات من أجل التوصل إلى نتائج ويبدو من الجانب الإيراني أيضا يريد التوصل إلى نتائج لكن يعني يريدون النتائج أو المباحثات تكون عملية وليس أن المباحثات من أجل المباحثات وبالتالي ستة جولات أخرى أنا أعتقد بأنهم عندما قالوا قريبا معنى ذلك بأنهم يريدون العودة للمفاوضات وإلى طاولة المفاوضات لكن لا يريدون أن تكون نفس الأطر السابقة هي التي تحكم طاولة المفاوضات في فيينا وبالتالي هم يشددون يعني هناك لنكن واضحين في هذا المجال في الجولة الخامسة من الفاوضات التي جرت بين الجانب الإيراني ومجموعة خمسة زائد واحد بما في ذلك الجانب الأمريكي كان هناك اتفاق يعني هي ست جولات في نهاية الجولة الخامسة تم صياغة مسودة اتفاق بين إيران وبين الجانب الغربي وبالتالي هذه مسودة الاتفاق جاء بها إلى طهران وعرضت على مجلس الأمن القومي الإيراني وبالتالي تزامنت مع نتائج الرئاسية الإيرانية الآن الحكومة الإيرانية الجديدة تقول بأن هناك قضية لا زالت معلقة وهي قضية الضمانات من الذي يضمن تنفيذ أي اتفاق يمكن أن تتوصل إلي إيران مع الجانب الأمريكي خصوصا وأنه مرة انسحب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي وقال بأن هذا اتفاق سيء لكن أيضا أصلي محمد بالوقت اللي تغرام تمتظر هذه الضمانات كان فيه توجه واضح من قبل الجانب الإيراني لربما إلى تسريع تطوير الأنشطة النووية وقد أشارت التقارير الدولية للتقادرية إلى ذلك خلال هذه الفترة هل ترى أن استخدام هذه الورقة ممكن أن يدفع الأطراف الدولية إلى تقديم بعض التنازلات؟ يعني أنا أعتقد بأن الإيرانيين دعيني أجيب على هذا السؤال لأنني هنا ألمس الموقف الإيراني وأشم رائحته بشكل واضح الإيرانيون يقول إذا ما تم إلغاء العقوبات وعودة الجانب الأمريكي إلى طاولة 5 زائد 1 وبعد ذلك تم إحياء الاتفاق النووي فإنهم مستعدون للعودة إلى المربع الأول بمعنى إلى يوليو تموز 2015 عندما تم التوقيع على الاتفاق النووي وبالتالي كل خطوات تصعيدية في البرنامج النووي سوف تلغى وهذا المسودة الاتفاق الذي أشرت إليه الذي تم توصل إليه في نهاية الجولة الخامسة من المباحثات هو وضع آلية لعودة إيران إلى التخصيب بنسبة 3.76 وهذه هي النقطة المهمة في التخصيب المرتفع الذي عملتها إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي إيران تقول بأنها مستعدة أن ترجع إلى الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 وأيضا إزالة العقوبات التي فرضها الرئيس ترامب الآن يبدو لي نحن في نتحدث عن هذه النقطة كيف إيران يمكن أن ترجع إلى الاتفاق النووي كيف تزال العقوبات ما هي العقوبات ما هي الضمانات على أن الولايات المتحدة لن تنسحب مرة أخرى من أي اتفاق يمكن أن يتم التواصل إليه في مباحثاتي سيكون لنا نقاشات لاحقة عن هذا الموضوع شكرا جزيلا على المشاركة معنا من الكاتب والبحث السياسي محمد صالح صدقيان من طهران